وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد أحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من بردمجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم والسبساراتكم الواردة إلي على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات فضل يا أمينة السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخي كما هو العلم أن صورك الفاتحة لا تتكرر في أصارك على الواحدة لكن يا شيخي يعني هل الآية يجوز أني أكررها مرأة أكثر عن مرة مثلا إذا مريت إياك نعبده وإياك نستعين هل أكررها أكثر عن مرة إذا كان القلب يعني ملؤه والحم والضيق إن شاء الله كذلك شيخي يعني هل يجوز استخدم زيت زيتون مقري عليه لقدمي زيت زيتون أيوة مقري عليه طيب نشيئة الله آخر سؤال يا شيخ جزاكم الله خير يا شيخي استنكرت أنا حاجة يعني حل الواتساب هي الحالة يا تني مكتوب لله يا أسم الله 99 اسما أسماء الله الحسنة سبارك وتعالى يا شيخي كتبولك ماذا خطر في بالك الآن اسم من أسماء الله الحسنة يا شيخي حتى أسماء الله الحسنة استخدموها وظلفوها في شيء ربما لا تليق بأهبيه سبحانه وتعالى نعم إن شاء الله أمين استضح يا شيخ واضحي نعم أزاكم الله خير الله يحفظك يبارك فيك طيب بالأمس طبعا الأخ أبو يمنى لكن قبل الأخ أبو يمنى عندي الأخت الأخت أروى من دبي أروى من دبي طبعا سألتني بالأمس عن موضوع الرقية فيما يخص طبعا ذكرت مسألة العقرب وأنا أجبتها وهي طبعا سألت تقول يعني أقرأ في الماء والملح وأنا أجبتها طبعا جواب واضح لكن فقط يعني أحببت أن أزيد في المسألة وهي أن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما لدغ ووضع أصبوعه في ماء وملح لعلك تقصدين بأن قرأ عليهما بالمعوذتين أخت الفاضلة بارك الله فيك قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بالمعوذتين إنما كان على أصبوعه ولم يكن في الماء والملح فقط للتوضيح بارك الله فيك إلا أنه قد يكون أشكل عندك مثل هذا الأمر فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل علاجين أو دوائين دواء طبيعي الملح والماء الذي امتص المادة السمية الموجودة بسبب لدغة العقرب واستعمل الرقية بالمعوذتين فهو كان يضع أصبوعه ويقرأ على أصبوعه بالمعوذتين بارك الله فيك يا أختي أروا أبو يمنى من الجزائر بارك الله فيه طبعا يقول بأنه سأل سؤال سابقا حول قضية الأرض الزراعية يقول نحن أبناء عمومة الآباء توفوا وكانوا قد اقتسموا أرضا زراعية بينهم وكانوا متراضين بينهم يقول بعد ذلك بعض أبناء العمومة خرج الآن يقول هذه قسمة غير عادلة ويريد أن يعيد القسمة من جديد ويقول بالنسبة لي يعني والده لم يكن مثلا عارفا لمثل هذه الأشياء أو يذكرون يعني مثل ما يحصل عند بعض الناس أو دعوة وكان يستحي أو يخجل أو شيء من هذا أبو يمنى يقول أنا استمعت إلى الجواب فيما سبق لكن أريد توضيح أكثر يا أبا يمنى بارك الله فيك أولا أخي الفاضل لعلي ذكرت لك بأن رأس مالكم هو الرحم فأنتم أبناء عمومة وأرحام وهذه نعمة من نعم الله عز وجل أن تجتمعوا على خير ولذلك الرحم هذه وشيجة عالية ينبغي بل يجب أن تبقى عالية وإذا وجد أي خلاف أو أي إشكال يحل دون هذه المسألة ما تصل إلى قطيعة الرحم لأن الشيطان يحرص على قطيعة الرحم وهناك قد يكون شياطين من الإنس أشد وأشرس من شياطين الجن يحرصون على قطيعة الرحم فلذلك اتفق أنت وأولاد عمومتك على إبقاء القرابة والرحم في محلها العالي والسامي هذا الأمر الأول وهذه رأس مالك الأمر الثاني الأموال هذه تذهب وتأتي الأموال يعني ممكن للإنسان يحصلها إذا ذهبت لكن أحيانا الرحم إذا ذهبت لا تعود ولذلك جاءت أحاديث مرهمة في قضية قطيعة الرحم وقد جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى لما خلق الخلق وفرغ منهم قامت الرحم الرحم مخلوقة فقالت قالت عند العرش فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة تقول للرب جل وعلا فيقول الله جل وعلا لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك ولذلك كل من وصل رحمه فالله يصله بالخير والثواب والبركة وأشياء كثير وكل من قطع رحمه فالله يقطعه عن الخير وعن البركة المسألة الأخرى ينبغي حقيقة لبقية أولاد العمومة أن يرضوا بقسمة الآباء وليس لهم الحق يعني من حيث الأصل ليس لهم الحق في أن يثيروا أشياء رضي بها الآباء ورضى الآباء يسقط كل حق يمكن أن يدعيه شخص فهذا من حيث الأصل وذلك يجب على أولاد العمومة أن يتقوا الله عز وجل وأن يخافوا الله وأن لا يستجبوا لنزغات الشيطان الذي حركهم ليدمر هذه القرابة وهذا الرحم ويرضوا بما رضي به آبائهم و لا يجوز لهم أن يقول والله آباء أن لم يكونوا راضين أو لم يكونوا واعين أو لم يكونوا كذا ذهب هذا الجيل ذهبت هذا الطبق يجب على الأولاد أن يتقوا الله وأن يرضوا وأن يمشوا على هذه القسم وأن يعلموا بأن الأمور بالبركة وليست بالكثرة يعني أحيانا قد يكون عند الإنسان يعني مئات أو آلاف الفددين لكن لا يبارك لن يبارك الله عز وجل وفيما أعطاه قد يكون شخص عنده فدان فدانين الله عز وجل يبارك له فلذلك لا يثير أمرا هم في عافية النبي صلى الله عليه وسلم ترك أشياء شرعية حتى لا يثير الناس صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الكعبة وبيّن بأن لما قصرت النفقة وأخذوا من البيت ستة أذرع قالت لو عائش يا رسول الله يعني لماذا لا تعيده على قواعد إبراهيم قال لو لا قومك حديث عهد بشرك أو بجاهلية لا أعدتها هدمت الكعبة وأعدتها الناس لا تتحمل وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك أشياء خشية أن تتحول أنفس الناس وتتغير يتركها صلى الله عليه وسلم أليس لهم قدوة بالنبي عليه الصلاة والسلام فيجب أن تصرهم هذه الرسالة أن يتقوا الله وأن يتركوا هذا الأمر وأن لا يثيروا أمرا ساكنا الأمور ماشي طبيعية وماشي على خير ويتقوا الله ويحرصوا على استثمار ما لديه أمر آخر إذا والله يا أبا يمنى شخص من أولاد العمومة لا يفهم هذه المعاني وعنده جهل وعنده مثلا عجلة فكونوا أنتم العقلة أنتم العقلة يا أبا يمنى قلهم تفضلك ماذا تريد خذ هذه أمتار من عندي وأمتار من فلان وأمتار من فلان وتقضون على هذه الفترة لأن هذا فتح بابا من أبواب الشر ربما ما ينتهي وربما ينتقل إلى الأولاد ينتقل إلى الأولاد هذا الذي أوصيك به بارك الله فيك ورضي عنك أبو يمنى طبعا يقول نحن بالنسبة له ولزوجته في استعداد استقبال مولود جديد يقول ما نذكره وانثى طبعا هو طلب مني أنني أقترح عليه أسماء أخي الفاضل بارك الله فيك أسر الله تعالى أن يسر قدوم هذا المولود على خير وأن يجعله من مواليد السعادة وأن يبارك فيه وأن ينبته نباتا حسنة طبعا أخي الفاضل النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال تسموا بأسماء الأنبياء تسموا بأسماء الأنبياء فإذا يعني أقترح عليك اسم إبراهيم إبراهيم فيه الحلم سبحان الله أوا حليم ولذلك اسم إبراهيم جميل والنبي عليه الصلاة والسلام سمى ابنه إبراهيم و إبراهيم هذا الاسم سبحان الله فيه معاني عظيمة خاصة شخصية إبراهيم عليه الصلاة و السلام أبو الأنبياء و إذا كانت المولودة أنثى فسمها عائشة عائشة هذا الاسم الجميل أم المؤمنين و عبد الله حبيبة رسول الله عليه الصلاة و السلام الفقيهة المحدثة العالمة النسابة المفتية رضي الله عنه و أرضاها هذا أيضا اسم جميل يحمل معاني عظيمة فيها عيش الدين و الدنيا بحول الله تعالى أمينة من عمان بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا أعلم بأن سورة الفاتحة لا تكرر في الركع الواحد لكن أحيانا أكون في حالة من الضيق و كذا و ممكن أكرر إياك نعبد و إياك نستعين أمينة بارك الله فيك أولا بالنسبة لسورة الفاتحة قراءتها ركن من أركان الصلاة في كل ركع من ركعات الصلاة في قول جماهير أهل العلم و لذلك يجب على كل مصل أن يقرأ سورة الفاتحة في كل ركع من ركعات الصلاة الأمر الثاني العلماء تحدثوا عن مسألة تكرار الركن أما الركن الفعلي إذا كرره المصلي عامدا متعمدا بطلة صلاته كأن يكرر الشخص مثلا الركوع مرتين يركع ثم يرفع يقولها خلني أركع مرة ثانية علشان أطول نقول بطلة صلاتك لماذا لأنه زاد في الصلاة عامدا متعمدا أما الركن القولي اللي هو قراءة الفاتحة هل يكررها المصلي و لو كررها هل تبطل صلاته الأصل بأنه لا يكررها لا يكرر قراءة الفاتحة و إذا كررها عامدا متعمدا قاصدا هل تبطل صلاته قولان لأهل العلم من أهل العلم من ذهب إلى أن صلاته باطلة و من أهل العلم من ذهب إلى أن الركن القولي إذا كرره المصلي فإن صلاته لا تبطل لكن يكره له كراها شديد مسألتك أنت تقولين أكرر إياك نعبد و إياك نستعين تكرار الآية في الفاتحة كتكرار الفاتحة تكرار الآية في الفاتحة بقصد و بتعمد كتكرار الفاتحة و لذلك يا أمينة بارك الله فيك تجتني بين هذا لكن في النفل ممكن في النفل ممكن و بعدين أخت الفاضلة بارك الله فيك يعني إذا كان عندك شيء من الضيق و شيء من الحزن ادعي الله عز وجل في السجود فليس هناك هيئة أفضل للدعاء مثل هيئة السجود واسجد واقترب واسجد واقترب فإذا سجدت اقتربت من الله أكثر و أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فاسجدي لتقترب إلى الله عز وجل تتقرب إلى الله عز وجل فهذا السجود هو الذي فعلا الإنسان لما يدعو يشعر بأحمال ترفع عن كاهليه و عن ظهره لما يدعو الله سبحانه وتعالى أمينة من عمان بارك الله فيها تسأل عن زيت الزيتون تقول إذا كان هناك زيت زيتون مقري عليه ممكن أني أستعمل لدهن استعماله في قدمية أختي أمينة بارك الله فيك الجواب نعم الجواب نعم فإذا كان هناك زيت زيتون مقري عليه آيات قرآنية و عندك آلام و مشاكل في القدمين يجوز لك أن تستعملينه وهذا ليس فيه امتهان لكلام الله لأن لا يوجد فيه شيء من كلام الله و إنما قراءة يقرأ في هذا الزيت و هذه القراءة شرعية ولله الحمد لكن الآيات ما انتقلت إلى زيت الزيتون لا بقيت الحمد لله الآيات لكن هو بقصد البركة و الاستشفاء و ننزل من القرآن ما هو شفاء قل هو للذين آمنوا هدى و شفاء فلو استعملتي في القدمين لا حرج و كذلك الماء المقري لو اغتسل به الإنسان و تعلمين إذا الإنسان عمم مبدنه بالماء سيأتي هذا الماء إلى جميع أجزاء وأعضاء جسمي و لا حرج في ذلك أم خالد فضلي أم خالد السلام عليكم عليكم السلام و رحمة الله مرحب و مسهل الشيخ عندي سؤالين السؤال الأول هل يجوز أنه لما يعجز عن المولود يأكلون من الأجيجة إن شاء الله الثاني يا مخالد السؤال الثاني كنت في المستشفى شهر فكان لو تخفضي للتلفزيون يا مخالد عشان تسمعيني من الهاتف بس إن شاء الله كنت في المستشفى شهر كنت في العناية المركزة وبعدين نزلت تحت ففاتتني الصلاة كيف أقضيها أنا كنت أصلي الفرض و أصلي معه البدل القضاء هل هذا جائز ولا في شيء ثاني كم يوم فاتتك يا مخالد والله شهر شهر كامل شهر كنت على الوائرات وعلى هذا لكن في وعيك كنت أو غايبة عن الوعي كنت في وعيي بس ألي وائرات يعني ما نزلت حرك طيب إن شاء الله مرحب مرحب أختي طيب أمينة من عمان بارك الله فيها تقول يعني أنا استنكرت حالة في الواتس آب تأتينا تقول يعني يقولون بأن يأتون بحديث إن لله تسعة وتسعين اسم مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة يكتبون ماذا خطر ببالك الآن أختي أمينة بارك الله فيك بالنسبة لما في وسائل التواصل الاجتماعي من البداع والمحدثات والمخالفات والمزايدات والمبالغات والأشياء الكثيرة هذه لا تحصى لا تحصى ولذلك المسلم يجب عليه أن يتنبه وأن يحذر وأن لا يتبع كل من يرسل شيئا من هذه الرسائل ولذلك المفترض أن الإنسان يسعى إلى اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الأسماء الحسنة حديث في الصيحين إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ذكرتم الأسماء الحسنة انظروا ماذا خطر ببالكم من الأسماء ما ذكر هذا عليه الصلاة قال من أحصاها دخل الجنة جاء العلماء فتكلموا على قضية من أحصاها ما معنى أحصاها فمنهم من ذهب من أحصاها يعني عدها استقرأ نصوص القرآن والسنة وعدها وأخذها ما ورد في القرآن وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قول الثاني قال من حفظها من حفظ الأسماء الحسنة قول الثالث قال من دع الله بها قول الرابع قال ومن عمل بمقتضاء كلها معاني صحيحة ولذلك الأسماء الحسنة موقف المسلم تجاهها أن يحصيها والحمد لله العلماء قدموا خدمة عظيمة أحصوا الأسماء الحسنة استقرأوا ما في القرآن وما في صحيحة السنة النبوية وتسعة وتسعين اسم موجودة ولله الحمد والمن والإنسان يحفظها يكون أفضل وإن لم يحفظها يفهم معانيها ما معنى اسم الله الحكيم ما معنى اسم الله العليم السميع البصير العظيم مثلا ويعمل بمقتضاها يعني إذا أراد أن يدعو يقول يا غني أغنني يا ستير استرني يا مثلا كريم جد علي يا رزاق رزقني يا تواب تب علي يعمل بمقتضاها من حيث الدعاء يعرف معانيها يرى آثار أسماء الله تعالى اسم الرحمن آثار اسم الرحمن موجودة في عالم الشهادة فكيف بعالم الغيب يوم القيامة عالم الشهادة النزول الغيث رحمة من الله عز وجل رحمة هذا شاهد من شواهد هذا الاسم العظيم بارك الله فيك لكن عموما أخت الفاضلة تنبهوا من هذه الرسائل حذروا منها لا تحرسون على نشرها وإنما تحذفونها وتوجهون أصحابها اللي أرسلوا أن يتقوا الله عز وجل ما الفائدة هذا يقود ربما إلى يعني أمور يتجاوز فيها الإنسان الحدي الشرعي ويبدخل في باب الخطرات في باب الوساوس ربما فتح على نفسه أبواب للشيطان ربما أظله نسأل الله السلام والعافية أم خالد من عجمان تقول بالنسبة للعقيقة هل يجوز لمن عقى عن ولده أن يأكل من العقيقة أم خالد بارك الله فيك أولا بالنسبة للعقيقة حكمها سنة مؤكدة وهي حق للمولود على والده بالنسبة للذكر شاتان وبالنسبة للأنثى شاء واحد الأمر الثاني التصرف في العقيقة لأهل العلم كلام طويل من أهل العلم من يقول الأفضل تسوونها مثل الأضحية ثلث لكم ثلث هدية ثلث صدق من أهل العلم من قال تقسم قسمين مثل الأضحية لأن في قول لبعض الفقهاء الأضحية على قسمين وليس على ثلاثة قسم لكم وقسم صدق من أهل العلم من قال الأفضل في العقيقة أن يجمع عليها الأرحام يجمع أقارب وأرحامها حتى يعرفون بأن فلان جاء مولود ويدعوهم إلى هذه العقيقة يطبخها ويدعوهم ويأكلون منها ويدعوهم له ويدعوهم للولد ويعرفون بأن فلان جاء ولد يوجد من أرحام ما يعرف أنه ما يعرف أرحامه ليش لأنه في قطيعة في ابتعاد فهذه العقيقة الحمد لله في من أهل العلم من يقول العبرة بالعقيقة إراقة الدم إراقة الدم يعني اللحم شوف المصلحة تبغى تأكله كله أنت أسرتك ما في بأس تتصدق به كله ما في بأس تقسم ثلاث آآ ثلاث ما في بأس ولذلك الجواب يا أم خالد نعم يجوز أن يأكلوا منهم من العقيقة سواء عملوها جمعوا لها أو حط جزء من العقيقة في الثلاجة عنده يأكل منها هو وزوجته وعياله وكذلك لو أكلوها كل أهم شيء راقة الدم لأن العقيقة افتداء نفس بنفس افتداء نفس بنفس أهم شيء راقة الدم لله سبحانه وتعالى شكرا على ما وهب وأعطى ومنح سبحانه وتعالى فبضى اليوم علي السلام عليكم عليكم السلام محمد الله يا شيخ كيف نعالج الخطأ لو كان الإنسان سجد وذكر أنه ما ركع كيف نعالج الخطأ ولو سجد وجلت للتشهد وتشهد تذكر أنه ما سجد السجد الثاني كيف نعالج الأخصى لتنين دين إن شاء الله في كل صلاة غير ما ركع واحد إن شاء الله والسؤال الثاني في سنة الصبح نكتفي بالتشهد ولا نقول الدعاء معه سنة الصبح أيوة الدعاء البعد التشهد نقوله ولا نكتفي بالتشهد يعني قصدك السنة القبلية للصلاة الصبح القبلية أيوة القبلية أي دعاء قصدك اللي في التشهد في التشهد اللهم أعوذ بك من عذاب الغبر وعذاب النار وكده الدعاء طيب أيوة تكتفين به في مقابل أيش يعني لا أنا أقول التشهد وأقول معه الدعاء ولا أكتفي بالتشهد بس بالصلاة الإبراهيمية والسؤال الثالث أنا أقوم قبل الفجر بساعة أفضل أقوم في أول السلسة الأخيرة ولا أقوم في آخر ساعة يعني دائرة الأفضل أفضل أقوم في الساعة الأخيرة ولا في أول السلسة الأخيرة أقوم قبل الفجر بساعة والدعاء في السجود كيف يكون يا شيخ في السنة وفي الفرد يكون فيه صلاة للنبي واذا ندعى بس في السجوء إن شاء الله والسعال الأخير يا شيخ نحيا عندنا عادة أهلا الميت بنقول لّونا البركة فيكم هل يجوز السلام تهو بلا يجوز كيف كيف البركة فيكم يعني اللّ أهلا الميت ندعائهم ثاني بنقول لونا البركة فيكم يعني يعني يقتديدنا على الأسكين نعني جمينا منقول لّونا البركة فيكم يعني كما تذهبون تعزون يعني كما تذهبون أين distinguished نعزون جمعا إن شاء الله يا معلي مرحبا أختي طيب أم خالد من عجمان بارك الله فيها تقول بأنك كانت في المستشفى مدة شهر كامل في العناء المركزة تقول ما استطعت أني أصلي لأنه ويرات علي وشيء من هذا القبيل وبعدين نزلوني تحت وبديت الحمد لله أصلي لكن أقضي مع كل صلاة صلاة أم خالد الحمد لله على سلامتك صلى الله تعالى أن يجعل ما أصابك كفار ورفع الدرجة ولو منزله والمؤمن لا شك بأنه مبتلى وإذا أحب الله عبده ابتله ويبتلى المرء على قدر دينه يعني على قدر إيمانه فأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر الأمر الثاني أختي الفاضلة طبعا من حيث الأصل كان الواجب عليك أنك تصلي ما دمت في وعيك لأن يوم خالد الصلاة ما تترك أبدا ما دام الوعي موجود العقل موجود والنفس يتردد الإنسان ما يترك الصلاة الصلاة ما تترك لا في سفر ولا في حضر ولا في سلم ولا في حرب حتى في الحرب عندنا شيء اسمه صلاة الخوف في الحرب ولا في صحة ولا في مرض ولا في قدرة على الطهارة المائية والترابية ولا في حال عدم القدرة على الطهارة الترابية والمائية ما يترك الإنسان الصلاة أبدا الصلاة العبادة الوحيدة اللي ما يتركها الإنسان ما دام عقله موجود وهذا رسالة لكل من يشاهدني أن يتنبه خاصة أخواننا و أخواتنا اللي يتنومون في المستشفيات للأسف في جهل كبير عند بعض الناس يجلس شهر و شهرين ما يصلي طيب لو قدر يعني إن شاء الله بعد طول عمر على طاعة الإنسان لقي الله عز وجل و هو تارك للصلاة كان الواجب يسأل وين عيال هؤلاء عيالهم بناتهم أو أولاد ما يسألون العلماء أنا بشخصية مريت على جناح و فيه مرضى كبار في السن و سألتهم قال لا ما نصلي ليش عنده أكرمكم الله يعني الفضلات تخرج في كيس يظن أنه ما دام تخرج هذه الأشياء أنه ما يصلي فهمناها قال والله ما أدري يقول ما أدري فلذلك بعض الناس الآن ما يدرون ما عنده خبر ما عنده علم هذه مسؤوليته هو يسأل و إذا كان ما عنده قدرة يتصل بالعلماء الحمد لله يتصل بالمشايخ بالمفتين على العموم أختم خالد أنت شاء الله معذورة لأنك تجهلين هذا الأمر الآن تتلافين كل ما سبق تحاولين تصلي إذا قدرت تصلي مثلا تجيين بعد العشاء تصليين حق يوم كامل يعني مثلا الليلة بعد صلاة العشاء تنوين اليوم الأول أو اليوم الثاني أو الثالث لأنك أنت يبادئ تصلي من أول صلاة مثلا تقول من الفجر أنا الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء تصليينها جميع تقدرين على اليوم الثاني تصلي اليوم الثاني تقولين ما أقدر إلا حق يوم واحد خلاص بكرة الصباح في وقت الضحى تصليين حق اليوم الثاني جميع ما تخليين مع كل صلاة صلاة إذا قلت لي يا أم خالد والله أنا يشق علي وأتعب خلص صلي مع كل صلاة صلاة إذا تقولين أتعب ما أقدر صعب ما تحمل الفجر بعد ما تخلصين تقومين وتقضين صلاة الفجر عن اليوم الأول من الشهر اللي تركت الصلاة فيه الظهر نفس الشيء والعصر وهكذا حتى يتملك شهر كامل الصلاة تعالى لك الإعانة أم علي من السعودية تقول كيف نعالج الخطأ في الصلاة مثلا تقول يعني إذا أنا سجدت وتذكرت بأني ما ركعت ماذا أفعل وكذلك إذا كنت جالسة للتشهد وتذكرت أني ما سجد إلا سجد واحد أم علي بارك الله فيك بالنسبة للركوع والسجود هذه من أركان الصلاة ما تصح الصلاة إلا بها فأنت تقولين في الصورة الأولى في الحالة الأولى أنت كنت في حالة السجود فتذكرت بأنك ما ركعت يجب عليك أن تقطع السجود وتقومين قائمة هكذا تقولين الله أكبر وتركعين ثم تقولين سمع الله لمن حمده وتكملين صلاتك وتسجدين قبل السلام سجدتين للسهو واضح أعيد يوم علي طيب نعيد لك ولغيرك الآن أنت في السجود في السجد الأولى أو الثاني تذكرت بأنك ما ركعت بشرط ما يكون وسواس وشك وتوهم يعني يغلب على الإنسان كل صلاة يشك فيها ويوسوس ويسهو لا ما يصرح نتكلم على حالة طبيعية في السجد الأولى أو الثانية تذكرت بأنك ما ركعت يجب عليك تقطعين الركوع عفوا تقطعين السجود وتقومين واقفة واقفة معتدلة ثم تقولين الله أكبر وتركعين تركعين حتى لو ما قلت الله أكبر يكفيك التكبير الانتقالية حقة السجود هذه يكفيك هذه عن الركوع وتركعين سبحانه ربي العظيم سبحانه ربي العظيم سمع الله لمنحمده وتبدأ تكملين السجدتين أو السجدة التي تذكرت فيها أنك ما ركعت هذه ملغية وتكملين صلاتك بشكل طبيعي وقبل السلام تسجدين للسهو طيب أنت الآن تقولين في التحيات في التشهد تذكرت بأنك ما سجدت إلا سجدة واحدة السؤال هذا شك وسواس سهو دائما أو حالة طبيعية لكن حصل مرة واحدة مثلا أو مرتين في حياة الإنسان ليش أقول هذا الكلام لأن فيه للأسف ناس ابتلوا بالوساوس في الصلاة حتى مزقوا صلاتهم ما يدري صلاته شرق أو غرب كل صلاة يخطئ فيها كل ركعة يخطئ فيها ما يصرح طيب أنا أفترض الحالة الطبيعية واضح في التشهد تذكرت عندك ما سجدت إلا شدة واحد يجب عليك ترجعين وانت جالس تقولي الله أكبر خلاص عندك سجدة واحدة سجدتها هذه الأولى الثانية ما سجدتها ترجعين وتسجدين الله أكبر سبحانه ربي الأعلى سبحانه ربي الأعلى الله أكبر ترفعين وبعدين تكملين التشهد التشهد الأول التشهد اللي كنت فيه لاغي لأنه في غير محلة جاء بعد السجدة الأولى فقط هذا ليس محل التشهد الأخير ولا التشهد الأول التشهد الأول والتشهد الأخير يأتي بعد السجدة الثانية فأنت ترجعين وتسجدين وتكملين بعد ذلك التحيات وتسجدين للسهو سجدتين قبل السلام أم علي من السعودية تسأل تقول بالنسبة لسنة الصبح لما آتي بالتحيات مثلا هل أكتفي بالتشهد أم آتي بالدعاء يا أختي أم علي بارك الله فيك بالنسبة لي الدعاء في التشهد الأخير سنة مستحبة في صلاة الفرض في صلاة النفل وليس بفريضة لازمة ولو أن إنسانا أتى بالتشهد فقط تحيات في صلاة الفرض في صلاة النفل صلاة الصحيحة ولله الحمد والمنة صلاة صحيحة في قول جماهير أهل العلم إلا ما يروى عن طاوس بن كيسان اليماني أنه كان يذهب إلى أن قول الدعاء اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فترة المحية والممات ومن فترة المسيح الدجال واجبة من واجبات الصلاة ومن تركها متعمدا متعمل بطلة صلاته هذا قول لطاوس اختاره بعض أهل العلم له التحقيق لكن الراجح كلام الراجح قول جماهير أهل العلم على أن هذا الدعاء سنة مؤكدة وليس بفريضة لازمة في أختي الفاضلة لا فرق بين صلاة النفل وصلاة الفرض في مسألة ترك الدعاء أو الاتيام بالدعاء فهو سنة بارك الله فيك فضل يا عفيفة عفيفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلامة وبركاته والله أنا من يومين أتصل وما أقدر أمسك القطر من أول هذا إلى آخر البرنامج واحد يا عفيفة أمسك لنا يقول أنا 37 مرة أتصل يقول من زحمة خطوط يلا الحمد لله الحمد لله فأنا عشان الطرد كان واصل عندكم من الأسبوع اللي فات الكتاب يقول لي الشركة تقول لنا وصلت وما هم قادرين يوصلوها لازم يكون أعطيتهم من الصندوق البريد وعطيتهم القناة يقول إحنا ما نعرف محل القناة قناة الشارق ما عرفنا محلها وما نقدر نحطها في صندوق البريد لازم نسلمها يد يد هذه شركة البريد ما تعرف القناة هذه مصيبة تقول هذه أراميكس تقول أنا ما أعرف محل القناة الشارق ليتك ما ذكرت اسمهم لأنها مصيبة قناة ما شاء الله مبارك من أشهر القنوات وما كان متميز بعد عموما فهم متواصلين معايا من كم يوم من أسبوع إلى فات يقول سنرجعها يعني أختي عفيفة راسليني على واتس أب البرنامج ولعلك تعطيني يعني الرقم وإن شاء الله نتواصل معهم بحول الله بارك الله فيك رقم إيش؟ يعني رقم يسمونه البوليسة أو شيء هم يبقوا رقم عشان يسلموا يد بيد طيح راسليني على واتس أب البرنامج بارك الله فيك لأمامك الآن شوفي الآن الرقم هذا راسليني عليه إن شاء الله وبإذن الله نعالج الأمر بحول الله بارك الله فيك يا عفيفة إن شاء الله وبعدين عندي سؤال لو سمحت فضل يا أختي أنا سمعت يوم الخامس أنا في حقة الواثام سؤال الأقبشير اللي قال أنا أعطي أولدي هدية وزي كده فإن تقول ما يجوز فضل ولد على ولد أنا عندي ابن صغير يعني بقي من أبوه صغير والحمد لله لحين يعني كبير واتزوج وصار معلم فلكن سبحان الله يعني أنا دائما أكرمه دائما أكرمه يعني ومع الحمد لله يعني أخوانه كل واحد شيء طريقه يعني خلاص كل واحد عنده بيت وعنده عياد فهذا أصغر واحد بقي من أبوه يتيمه صغير فأكرمه بعض الأوقات يعني هل هذا يعتبر أني يعني يعني كنت تكريمين لما كان صغير الآن كبير هو لا لا دحين دحين ماذا؟ صغير طريق اية لا دحين عشان كان بيقي من أبوه صغير وأكرمه دائما إلى الآن الحمد لله كلهم شقوا طريقهم إلا من دكتور والمهندس والحمد لله يعني مو بحاجة كيف فأنا يعني عشان كده يعني أحن عليه فدائما أكرمه طيب فلاذا يكون يعني لي زي ما قلت أنت الشخص هذا يعني يزنب علي أو لشي أبشري أختي أبشري الله يسلمك مرحب إزاك الله خير طيب طيب أرجع للأخت أمعالي بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا أقوم قبل الفجر تقريبا يعني بساعة هل الأفضل أني أبدأ الآن الصلاة في أول الثلث الأخير أم في آخر الثلث الأخير أختي الفاضلة أمعالي بارك الله فيك بالنسبة للقيام قبل الفجر هذه نعمة من نعم الله فإذا قمت بساعة ابدأي بالصلاة فإن الثلث الأخير يعني لا يتميز من حيث أوله وآخره فإذا قمت في أوله أو في أوسطه أو في آخره واحد ولذلك الأفضل لك بمجرد أن تقومي أن تبدأي تتوضعين ثم تبدأين بالصلاة وتبدأين بقراءة القرآن ويعني ببقية الأشياء من الدعاء والاستغفار والسؤال سواء في الصلاة أو خارج الصلاة بارك الله فيك أم علي من السعودية تقول بالنسبة للدعاء في السجود هل نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أختيم علي بارك الله فيك لا حرج للمصلي في السجود أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام لكن أهم شيء أن يقدم بين يدي دعائه التعظيم والتمجيد والتقديس لله عز وجل هذا هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى فإذا سجدت يقدمي بين يدي دعائك التعظيم لله والتمجيد له سبحانه وتعالى مثلا ثم تصلين على النبي عليه الصلاة والسلام وتأتيم بالدعاء بعد ذلك ولاحظي أخت الفاضلة كيف سورة الفاتحة أولها تعظيم وتمجيد وآخرها دعاء لذلك قال العلماء من الأدب أن الإنسان يقدم بين يدي دعائه التعظيم لله عز وجل الذي بيده الأمر وإليه يرجع الأمر سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كلها تعظيم إياك نعبد وإياك نستعين ثم بعد ذلك جاء الدعاء اهدنا الصراط المستقيم فبعدين ممكن أخت الفاضلة بعد ما تعظمين الله تقدسينه وتمجدينه تقول اللهم صلي على محمد مثلا وبعد ذلك تأتينا بالدعاء أم علي من السعودية تقول بأن عندهم عادة في بلدهم إذا مثلا عزوا أهل الميت يقولون لأهل الميت البركة فيكم تقول ما حكم ذلك أختي أم علي بارك الله فيك التعزية هي التسلية ما معنى التسلية يعني تأتين إلى أهل الميت الذين أصيبوا بهذه المصيبة وخيم عليهم الحزن تحاولين أن تقولين كلام تسلينهم يعني تنتزعين هذا الحزن من صدورهم تخففين على أقل تقدير لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعزف يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار اصبر واحتسب ويدعو للميت اللهم اغفر لي أبي سلم ورفع درجته في المهديين واخلفه في عقبيه في الغابرين هذه تسلية وكذلك مثلا يعني بعض العبارات عند العامة جميلة جدا يعني يقول مثلا مثل ما ذكرت البركة فيكم طيب كلمة طيبة جميلة هذه تزرع الثقة فيهم وتمنحهم شيء من الصبر بعض العوامة يقولون من خلف ما مات مثلا زي من خلف ما مات يعني كأن والدكم ما مات لأن خلفكم مثلا أنتم أنتم خلفتم والدكم من خلف ما مات كلمات جميلة وإن كانت عامية لكنها طيبة لأنها تأتي ضمن معنى التسلية معنى التسلية لكن بعض الناس يخطئ يقول هذه آخر الأحزان هذا غلط كيف آخر الأحزان وما أدراك حتى وإن كان القصد حسن يعني بعض الناس قصد حسن يقول يعني ما تصابون مثلا بحزن آخر لكن سنة الله عز وجل فالخلق والعباد يعني هذه ناس يولدون وناس يموتون ويرحلون ومصائب وابتلاءة هذه سنة الله ولذلك التسلية التعزيه التسلية التثبيت محاولة استلال وانتزاع هذا الحزن بكلام طيب ودعوات طيبة ما فيها شيء ولله الحمد ولمن عفيفة من السعودية بارك الله فيها تقول أنا استمعت إلى جواب في حلقة سابقة حول شخص كان يعطي ولده يعني يهديه وكذا تقول أنا عندي نفس الحالة تقول لما مات والد أولادي كان عندي ولد صغير أصغرهم وكنت أعتني فيه أكثر تقول أنا الحمد لله كبر وأصبح معلم وكذا وإخوانا الحمد لله كلهم في خير تقول لكن ما زلت يعطيه وأكرمه وكذا على خلاف إخوانه الباقين تقول هل فعلي صحيح؟ الجواب لا يا أختي الفاضلة عفيفة الجواب هنا نفس الجواب هناك اللي ذكرتي أنت إلا أن تستأذني إخوانا أن تستأذني إخوانا فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه بشير بن سعد الأنصاري وقال أني نحلت ابني هذا نحلة اللي هو النعمان بن بشير اللي ذكرت أنا في الجواب أعتقد فقال ألك ولد غيره؟ قال لا يا رسول الله قال أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم يا رسول الله قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم كيف الآن تعطي هذا وتحرم أخوانه؟ وانتبه يا أختي عفيفة أحيانا بعض الآباء والأمهات قد يغفلون عن قضية أنه والله الولد قد يلاحظ أو البنت قد تلاحظ لكن يسكتون خجلا وحياء من الأم لكن يبدأ عرق الحسد عرق الحقد ينبض في صدورهم وربما حضر الشيطان ونفخ فيه فيجعله حيا ويكبر مع الوقت ويمكن يحملون في صدورهم شيء وانت ما تدرين عنه وحتى لو كانوا مكتفين ومقتدرين وموظفين وكذا الأولاد يبقون أولاد وش ما صار الولد؟ يبقى ولد يبقى يبقى ولد فلذلك أنا أنصحك يا أختي الفاضلة بأنك إذا كنت يعني مستمرة على هذا الماء أن تستأذني إخوانا تقول سامحوني أنا والله متعودة أعطي أخوكم الصغير هذا اللي كان الصغير الآن اللهم أبقى لك مدرس ومتزوج تسمحوني أم لا؟ وتستنطقينهم بحيث يفصحون عما في صدورهم راضين لا تجاملوني إذا قالوا راضين خلاص استمر أسقطوا حقهم والساقط لا يعود إذا قالوا لا والله حتى لو مزاح قالوا وإحنا يعني مش عيالك مثلا آه انتبهي انتبهي عثيفة انتبهي تضربين مصمار في نعش الرحم والأولاد لا تقولين الأولاد راضين راضين شكلا لكن قد يكون هناك شيء في مخبئات في نفوسهم يخجرون منك يستحون ما يبقون يصارحونك في هذا الشيء فلذلك إذا بغيت تعطين اعطي الجميع تريدين تميزين واحد استأذنيهم استأذنيهم إن أذنوا صراحة بمعنى ما يخفون هذا الشيء لا يعطونك إياها مثل ما يقولون بشكل واضح ممكن في مثل هذه الحالة فضل يا أبو محمد أبو محمد نعم فضل السلام عليكم عليكم السلام سلام عليكم شيخنا عليكم السلام افتر الله بركاته الله يبارك بس عندي سؤال أنا عندي حساب في البنك أي البنك ما أعطيني بطاقة كريزيت كارت نعم نعم و فضل يا أبو محمد فضل البنك ما أعطيني بطاقة كريزيت كارت أنا قاعد بستعملها بس بآخر الشهر بسكر كل اللي بستعمله بحيث ما يطلعش علي أي فواد أو أي التزامات شيء غير اللي بستعمله و بآخر الشهر لما أسكر اللي استعملت وكل اللي أعطيته البنك بنزلي زي إعادة اشتريات يعني اشتريت مثلا بمبلغ مهين بعطيني برجع لي فلوس تقريبا 2 أو 3% أبو محمد اللي فهمت منك الآن عندك حساب في البنك البنك أعطاك بطاقة كريزيت كارت تستعملها هذه البطاقة مغطاة ولا غير مغطاة مغطا يعني قصدي تعرف المغطاة من قبلك أنت نعم فأنت الآن تستوفيها كاملا بعد نهاية في الشهر تكفل كل شيء يعطيك المصرف 2% و 1% يعني أشياء في مقابل مشتريات التي قمت بها هذا سؤالك نعم طيب يا أبا محمد سؤال ثاني مرحبا الله يحييك طيب أبا محمد بارك الله فيه يقول عندي حساب في البنك البنك أعطاني بطاقة كريزيت كارت كريزيت طبعا مغطاة هي من قبل أبو محمد من قبل العميل يقول بعدما أنتهي من البطاقة في آخر الشهر يقول أصفي كل شيء يحول للبنك ما يسمى بإعادة مشتريات 1.5 أو 2% مثلا يقول ما حكم ذلك أبو محمد بارك الله فيك ما دام أن البطاقة مغطاة من قبلك والبنك يحصل على رسوم إصدار مثلا ولا يرتب على البطاقة أي فوائد لأنه يكون مغطاة من قبلك مثلا وفي النهاية أنت تقوم بتصفية كل ما يتعلق بالبطاقة في نهاية الشهر ويمنحك بعض يعني ما يسمى بإعادة مشتريات هذه لا بأس بها الصورة ومباحة في قول جماهير أهل العلم من المعاصرين ممن درسوا يعني مسألة البطاقات وأنواعها وأشكالها عموما ليس عليك شيء في هذا بارك الله فيك فضلي عز الدين السلام عليكم السلام وبركاته يا شيخ طيب مرحب عز الدين يا عافيك آه عندي سألون لما عندنا أخوان نكتبوا يصلون الفرد وقال لهم صلوا يستنوا يقول لك لا لا يحتاج كيف يا ممكن تخفض التلفزيون وتكلمني من الهاتف قلت لك بعض الناس أيوة يصل الفرد فقط دون السنة أيوة يقول لي السنة وقول لك لا لا محتاج طيب سؤال الثاني طيب بعد المرات يشاجر مع أخوة ويقومي واحد من الأخ يقول لك الله والرسول لا يتكلم معي الله والرسول لا تصل لماذا أنا بالنسبة لي أنا أردح له كيف ولا أسكت منه إيش يقول يا أخي الفاضل إيش يقول الله والرسول يقول لك الله والرسول لا تتكلم معي الله والرسول لا تصلني آه يعني كان يقول أسألك بالله والرسول آه يقول أسألك بالله لا تتكلم معي أسألك بالنسبة بالنسبة لي الصلوات المفروضات الصلاوات المفروضات هي خمس والله جل وعلا فرضها في أول الأمر خمسين صلاة في اليوم والليل ثم خففها جل وعلا إلى خمس صلوات قال الله تعالى في الحديث القدسي هي خمس بالفعل خمسين في الميزان ما يبدل القول لدي والمعنى أن كل صلاة بعشر صلوات هذا الأمر الأول الأمر الثاني بالنسبة لسنن الصلاة هذه شرعها النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك الصحيح هي ليست بواجبة وجوبة صلوات الفرض لكن كيف يتركها الإنسان وهي في مصلحة صلاته صلاة الفريضة وأيضا هي فيها من الفضائل الشيء العظيم كيف الآن يفرط الإنسان بمثل هذه الفضائل لذلك أخي الفاضل نقول نعم هي ليست بواجبة ولا يسأل عنها العبد يوم القيامة يعني الله عز وجل ما يسأل لماذا ما صليت الصلاة الفلانية لكن علامة أهل السنة والجماعة حرصهم على السنة وبعدين أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ما هو الصلاة فإذا كانت تامة كتبها الله تام وإذا كانت ناقصة يقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع فتأتي السنن والتطوعات هذه لتجبر الكسر الحاصل في الصلاة وتسد الخلل وترقع النقص الحاصل في الصلاة فلذلك صلاة السنة هذه تخدم صلاة الفريضة من منا يؤدي الصلاة كاملة من منا لا تجد فتأتي النافلة لتسد الخلل الموجود في الفريضة وهي أيضا علامة على محبة النبي عليه الصلاة والسلام فالذي يحرص على صلاة النافلة هذا محب للنبي عليه الصلاة والسلام وحريص عليه زد على ذلك الفضائل من صلى ثنتي عشرة ركعب بنى الله له بيتا في الجنة كيف يفرط الإنسان بمثل هذا كيف يفرط الإنسان بمثل هذا الأمر آخر سبحان الله هذه النافلة خادمة للفريضة وخذ أبدا قاعدة في هذا كل من أخلى بالنافلة عاد الخلل على الفريضة إما في ذات الصلاة إما في وقتها إما في سننها سنن داخل الصلاة إما في واجباته أبدا أي إنسان يقول أنا ما أصلي إلا الفريضة فقط سبحان الله لا بد أن يكون خلل إما في الوقت إما في إقامتها حق الإقامة إما في مثلا خلل يدخل على الواجبات لكن لاحظ في المقابل كل من يحرص على صلاة النافلة سبحان الله تجد صلاة الفريضة عنده قوية سبحان الله كل من يحرص على النوافل خاصة السنن القبلية والبعدية تجد الصلاة صلاة الفريضة طيبة نابضة بالحياة ويحرص الإنسان أن يأتي بجميع السنن ومستحبات في الصلاة لماذا؟ لأنه حابل الصلاة أحب الصلاة الصلاة عموما فحرص فحرص على النافلة فعاد الحرص والخير على الفريض عموما علمهم بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يكتب الأجر للجميع معبد الإله أختي معبد الإله تفضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ أنا عندي سؤال بس عشان حضرتك فضيلتكم بتتكلموا عن الصلاة تتذكر أنا من سنتين تواصلت مع فضيلتكم بقضية خلع وكذا من زوج كنت أنا مرتبطين لمدة عشرين سنة نعم طبعا الحمد لله الحمد لله من فضل رب العالمين تجاوزت الأزمة والأمور التي كانت متعلقة كلها انحلت وانتهت ولكن أبغى بصراحة أكون صريحة مع فضيلتكم عدت أنا تقريبا سنة ونص أو سنة وثمانية أشهر صلاتي مزلزلة حتى لما أصلي أنا ماني حاضرة في الصلاة وممكن أنهار في الصلاة وأبكي وممكن أخرج من الصلاة فجأة كده بدون سلام نعم طيب هذه الفترة يعني أنا أقدر أقدرها لفضيلتكم تقريبا سنة ونص أو سنة وأربعة أشهر نعم يعني تحديدا إلى الحج اللي فات الحمد لله رفضت فضيلة الحج فريضة الحج عفوا والحمد لله طيب هذه الفترة اللي فاتت هل أنا علي أقضي الصلوات اللي فاتت لأنه شايفة حتى المقتصلين يعني حرص شديد على الصلاة مثلا مرضى أو كده طبعا أنا ما كنت مريدة بس هي حالة نفسية كانت صدمة يعني نعم نعم بس أفيدوني الله يبارك أبشر يا أختي مرحب طيب الأخي عز الدين من السعودي يسأل يقول يعني أحيانا لما يصير نقاش وحوار وشجار بينه وبين بعض الأخوة يقول لي الله والرسول لا تتكلم معي يقول ما حكم ذلك يا عز الدين بارك الله فيك بالنسبة لقول الرجل الله عليك مثلا لا تتكلم معي جائز يعني كان يقول أقسم عليك بالله لا تتكلم معي لكن أن يقول والرسول لهذا ما يجوز حرام كيف يقسم بالرسول هو على تقدير محذوف يعني أسألك بالله لا تتشاجر معي صحيح أسألك بالرسول ما يجوز الحلف بالرسول لا يجوز الحلف إلا بالله بإسم من أسمائه أو بصفة من صفاته أما الحلف بالملائكة بالكعبة بالنبي بالولي هذا كله لا يجوز أخبرهم بهذا أختي معبدالله بارك الله فيها تقول يعني أنا مريت بأزمة بسبب يعني خلاف أسري أو يعني في الحياة الزوجية تقول سنة ونص تقريبا تقريبا كنت أصلي لكن في غير وعي أو قيم الصلاة لكن في غير وعي الحمد لله بعد ذلك تجاوزت الآن بسبب كثرة الأسئلة التي أسمعها ما أدري أقضي هذه الصلوات الجواب لا يا أختي الفاضل ما دام أنك أسقطت الفرض فما تقضين هذه الصلوات التي أديتها بشروطها طبعا جبت الطهارة واستقبلت القبلة وسترتب دنك كاملا وجبت أركان الصلاة حتى لو غاب الخشوع عنك صلاتك صحيحة ولله الحمد والمن وسبب ذلك الأزمة التي تعرضت لها والزلزلة مثل ما ذكرتي والانهيار التي تعرضت له بسبب مواقف معينة الآن عادت لك الأمور أنصحك يا أختي الفاضلة بالإكثار من النوافل فإن سبب من أسباب سد الخلل الذي حصل خلال السنة والنصف فيما ذكرتي يعني من عدم الخشوع وكذا أكثر من النوافل قيام الليلة صلاة الضحى السنة القبلية والبعدية بين المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء هذا وقت عظيم جدا كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يحييه كله صلى الله عليه وآله وسلم انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج ألتقيكم غدا على خير بحول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر